يكن ينتظر أحد أن يقدم الاتحاد الياباني على هذه هي الفعلة ما تبريرها وما أسبابها أمين أولا ورغم التقدم والرقي الذي تشهده اليابان التي تعتبر ربما طفرة في العالم في كوكب الأرض إن صح القول في مجال الرقي والتكنولوجيا إلا أنها أثبتت بهذا التصرف بإقدامها على إقالة مدرب النخبة الوطنية اليابانية قبيلة شهرين فقط عن أكبر منافسة في العالم كأس العالم يثبت أن اليابان تبريراتها ثقافتها الكروية ناقصة تبريرات الاتحادية كانت النتائج السلبية التي حققها حليلوزيج في المباريات الودية ولكن الأمور عكس ذلك محمد إذا سمحت لي أو أعطيتني الفرصة أستطيع أن أشرح ربما الأسباب الحقيقية لهذه الخطوة التي أخدمت عليها الاتحادية اليابانية المشكل بدأ مع الصرامة المفرطة حسب ما وصفها لاعبو وركائز خاصة ركائز المنتخب الياباني وعلى رأسهم الثلاث هوندا لاعب ميلان السابق وكاكاوا لاعب منتشستر يونيتد السابق وبوروسيا دورتموند حاليا إضافة إلى أوكازاكي زميل رياض محرس في ليستر سيتي هؤلاء اللاعبون الثلاث أقدموا على خطوة إن صح القول كانت ربما مخاطرة لماذا؟ لأنهم ذهبوا إلى رئيس الاتحادية وطالبوه شخصيا بإقالة وحيد حالي لوزيج من تدريب المنتخب الياباني وحجتهم هي صرامته المفرطة التي أصبحت تذجر لاعبي المنتخب الياباني كما قدموا أنفسهم متحدثين باسم كامل المجموعة ثم الشيء الثاني هو دخول الممول أديداس لماذا؟ لأن وحيد حالي لوزيج تلقى أخبار انقلاب إن صح القول هؤلاء اللاعبين ثلاث عليه لذلك أقدم مباشرة على تنحيتهم من المنتخب رغم وزنهم الكبير في اليابان كلهم نجوم في اليابان يعتبرونهم أساطير حاليا في اليابان ونجوم الصف الأول في المنتخب الياباني لذلك أقدم على طرده من المنتخب في خطوة فاجأت الجميع فاجأت جميع اليابانيين ثم يدخل الممول الرئيسي للمنتخب الياباني أديداس هذه الشركة الألمانية العلمة الرياضية الألمانية في الخط لماذا؟ لأن هذا الثلاثي هو من أبرز الوجوه الدعائية لهذه الشركة في المنتخب الياباني لذلك ضغطت بدورها على الاتحادية اليابانية من أجل طرس حليلوزيج إضافة إلى الحرب الشارسة التي شنتها وسائل الإعلام ضد هذا المدرب المعروف بعلاقته المتوترا وعنما مع الصحافة